السلام عليكم أهلا بحضراتكم أهلا بكم فعلوم كملين خلونا النهاردة نتكلم عن برضو كرونة بس النهاردة زي كل يوم أنا مش جاي أختصم الحكومة بس جاي وعي الناس علشان الحكومة اللي ما بتقومش بدورها دلوقتي بتخدع الناس فإحنا على الأقل نقول للحكومة شكرا ما تعمليش اللي المفروض بتعمليه بس على الأقل على الأقل ما تخدعيش الناس وتخلي الناس تتمادى في السلوكيات اللي بتقدي الإصابة بكورونا وبالتالي يتعرضوا للوفاء النهاردة هتلاقي عندك تم الإعلان عن اكتشاف 47 حالة في مصر 47 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بس إحنا هنا قلنا ولازلنا بنقول إن الأرقام دي جرح حقيقية وإن الوزارة بتتمارس التضليل على الشعب المصري وإن وزارة الصحة وأجهزة الدولة بتتعمد خداع المصريين والكسبع المصريين وما بتقولش الأعداد الحقيقية لو عايز تعرف الكلام ده صح ولا غلط ومش مصدقنا بتقدر ترجع لمنظمة الصحة العالمية اللي بتتوقع إن في العالم كله المرض حيبدأ ينحسر وفي مصر حيبدأ في موجة انتشار عالية جدا ليه؟ عشان الحكومة بتجذب على الناس علشان أعداد المصابين في مصر يعني أضعاف عشرات بل مئات الأضعاف من الأرقام اللي بتقولها وزارة الصحة هو بيقول لك عندك 47 مصاب بس ما قليش عمل كم تحليل وأنا هنا مبارح تحديته وبتحديه النهاردة البهوات بيعملوا التحليلات من 75 إلى 120 تحليل في اليوم ويطلع يقول لك لقينا 47 في الوقت اللي فيه دولة زي أمريكا بتعمل 20 ألف تحليل في اليوم دولة زي تركيا وصلت مبارح إنها عاملة 12 ألف تحليل في يوم دول العالم بتتبار أنها تعمل التحليلات عشان تكتشف المرض عشان تسيطر عليه وإحنا في مصر لا عايز يقول لي إن مبارح 46 46 بأمرت إيه قرية الهياتم اللي في مركز المحلة الكبيرة اللي تم وضعها كلها تحت العزل الصحي فيها 46 العمارات اللي موجودة في شرع محمد علي عمارات الكهرباء اللي موجودة في شرع محمد علي في مدينة بورسعيد كل اللي فيها 46 ولا 47 فين وفين الدكتور محمد اللواح ابن بورسعيد اللي مات ومش حطين اسمه في اللي ماتوا بنتوا اللي في الحجر الصحي اللي بتشتكي وبتقول أمي وأخويا راحوا علشان يعملوا التحليل قالوا لهم لا مع أنهم كانوا في بيت واحد مع عشرين اتنين عندهم الفيروس إيجابي واحد منهم مات والتانية في الحجر أنتوا بتخدعوا مين والمصلحة مين بتخدعوا الناس أمور الطب وأمور اللي فيها علاقة بأرواح المصريين مش بتتقاس بالسياسة كفاية تتحكوا على الناس وكفاية لعب بالسياسة كفاية لعب بالسياسة دي إسراء أحمد اللواح اللي والدها رحمة الله عليه توفى أول مبارح وشيعت جلستهم بارح بتقول إيه أهيه بتقول يرضي مين ده ذهاب والدتي ومحمد أخويا لمستشفى الحميات لإجراء تحاليل الكورونا لأنهم كانوا مخلطين بابا ومخلطيني إلا أنه تم رفض إجراء التحاليل لهم ليه يا فندم؟ بحجة عدم ظهور أعراض وده كان رد الجميل الراجل اللي عمل التحاليل والراجل اللي فتح المكان بتاعه علشان يستقبل الناس يعمل لهم التحاليل هو دكتور رحمة الله عليه دكتور تحاليل وأصيب ومات في بيته وبنته تعادت منه وفي الحجر الصحي مراته وابنه رفضين يعملوا لهم التحاليل بيقولوا لهم أنتوا ما عندكوش أعراض أزيدك من الشعر بيت مستشفيات الحجر الصحي ده بتواصل شخصي ومعلومة متأكد منها زي ما أنا متأكد من اسمي مستشفيات الحجر الصحي سواء اللي في النجيلة في مرسى مطروح ولا اللي في أبو خليفة في إسماعيلية فيها ممردين وأطباء ظهرت عليهم أعراض كورونا طلبوا من الأطباء رؤساء المدير المستشفيات إجراء التحاليل قالوا لأ مش هنعمل لك التحاليل ليه يا فندم منعراء الأعراض هو قالوا لأ أنت كويس يعني دي أعراض مبدئية ممكن تكون مشتبهة مع أي أعراض تانية بلاش دي واحدة من طائم التمريض في مستشفى من مستشفيات الحميات في مصر ظهرت عليها الأعراض وأجرت التحاليل طلع عندها إيجابي ومدير المستشفى قرر أنه ما يقولهاش إنه إيجابي علشان تفضل تستقبل المرضى وتقوم بدورها تقوم بدورها وتموت عادي الباشا عنده عادي إنها تموت طب ما تصرحوا الناس ما تكلموا الناس ويجي بعد جدا واحد يقول لك إيه تكلموا عن مصر تركيا يا بقى فيها عشر تلاف أي وفيها عشر تلاف عشان هو بيعمل بيعمل عشر تلاف تحليل في اليوم وتمان تلاف وسبع تلاف وهموا الناس بيعرف هم فين ويخدهم ويجيب اللي يتعاملوا معهم ويحطهم في الحجر أنا في مصر يسايب الفيروس بينتشر في البلد الفيروس بينتشر في مصر وده مش كلامي يا جماعة هتقولنا الله يخليكم كلام منظمة الصحة العالمية اللي بيستشهدوا بكلامها في الإعلام المصري اللي بيطلعوا يتحكوا على الناس ويدجلوا على الناس ويقول لهم المنظمة بتشيد باللي بيعملوا المصريين المنظمة النهاردة بتحذر من انتشار واسع للفيروس في مصر منظمة الصحة العالمية بتحذر من انتشار واسع لفيروس كورونا في مصر لتراخي الحكومة الناس تقول لك تب تهاجم بلدك أنا بهاجمش حد وما يهمنيش أهاجم حد ومش معني أن أنا أبقى في خصام مع السياسيين أبدا أنا دلوقتي بنحازل الناس ولازم الناس تعرف أن الوضع في مصر خطر قلت كده نفس الكلام ده مبارح وحقوله بكرة لو فضل خطر وحقوله كل يوم علشان الناس تعرف أن فيه خطورة على حياتهم ما ينفعش حضرتك تروح تقف في الطبور وتقف في المترو سيبك من الفيلم بتاع كامل الوزير سيبك من الصور اللي كامل الوزير بقى عملها عايز يرد على وقل الإبرايشي وعايز يضحك على الناس وهو بقى حضرته نيزل المترو والمترو فقى ما فيش كده مترو مين اللي فاضي ما نحن عارفين اللي فيها مترو ايه ومشروع ايه ومكروباس ايه وORTوبيس ايه ووتورات ايه اللي فاضي ما نحن عارفين اللي فيها المحلات والبريد الناس وقفة فوق بعض حكش علي ما تتحكش عليها ما تستعبطنيش بالبلد كده ما تقوليش الدنيا تمام وكله زي الفن واحنا عارفين اللي فيها الله يخليكوا يعني ستقولنا يا جماعة بعد اذنكم منظمة الصحة العالمية بتحذر من انتقال أوسع لفيروس كورونا في مصر المنظمة العالمية اللي هي مشانة طيب مش عارف ليه ما جابلناش الخبق اللي احنا بنتكلم عنه بس عموما أهو الصحة العالمية بتحذر من انتقال أوسع لأنه دلوقتي فيه انتقال واسع بالفعل لفيروس كورونا في مصر دعت منظمة الصحة العالمية السلطات المصرية إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسباً لاحتمال أن تشهد البلاد انتقالاً على نطاق أوسع لفيروس كورونا وأكدت المنظمة أنه قد يؤدي انتقال الفيروس إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر المنظمات العالمية والدول والناس في العالم خايفة على مصر مش عشان بس بيحبوا مصر لا عشان عارفين أن فيه إهمال وأن الدنيا ما فيش صراحة في مصر منظمة الصحة العالمية مصدر تاني بتحذر من انتقال أوسع لفيروس كورونا في مصر الكلام ده اتقال على لسان مدير إدارة الأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الأممية إيفان هوتين في بيان قال للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر وبقول أنا مش بقولي الكلام ده عشان المكايدة السياسية إذا حصل ده فاعتبروا النظام اللي بيحكم في مصر منتهي أيا كان النظام ده عسكري ولا مدني النظام اللي بيحكم في مصر إذا الموضوع استفحل في مصر بشكل كبير فهو منتهي وصائد أنا ما بيهمنيش الحكم ما بيهمنيش الكرسي وبيهمنيش النظام أنا بيهمين المئة مليون اللي بيتخدعوا كل يوم بس بيبقى فيه سقطات كده من حضراتهم بيقولوا لنا فيها وبيعرفوا الناس اللي حصل زي ايه مثلا عمر أديب مبارح مستضيف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية للقطرية ولا التركية عشان بس الناس اللي بتستزرف وبتقول لك ملكو ما المصر لأمالي وحفظة لأتكلم عن مصر بلدي دي طيب بيقولوا ايه بقى المتحدث باسم الوزارة مبارح اسمع منه هو الكرسي مش هقول لك أنا عشان ما تقولش بقول من عندي اسمع الكرسي الحصلة في مصر من لسان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على قناة مع عمر أديب بتشوفوها كلكم أعتقد أنا عندي بالضبط كده 14 حالة وفاة من 36 حالة وفاة توفوا أثناء يعني قبل وصولهم للمستشفى أثناء النقل جزء منهم توفى أثناء النقل وجزء منهم وصل للمستشفى وصحبنا عينتون TCR وأرسلناها للتحليل في المعامل المركزية وقبل ظهور النتيجة الحالات توفى حالات متأخرة يعني لا 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 يا عمور لا 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 عمور هنا بيحاول يلم وراء عمر أديب بيقوم بدور سحر فرعون دلوقتي الدكتور بيقول 14 حالة من ال 36 اللي كانوا أعلنوا عنها وقتها ماتوا قبل ما ييجوا فهو يقولوا حالات متأخرة عادي يعني لا مش عادي لما يبقى عندنا حالات بتموت أول ما توصل للمستشفى الحالات دي جالها المرض إمتى وصلت للمرحلة اللي بيموتوا فيها إمتى والسؤال الأكثر رعبا للشعب المصري تخلتوا مع كام واحد تخلتوا مع كام واحد كل واحد في محيطه الاجتماعي قد ايه لو مدرس مصيبة سودة لو دكتور مصبتين لو لو مهندس بمصنع مصيبة وكارثة لازم نفوق ما نتحكش على الناس أنا هنا مش مش عايزك تخاف خوف الرعب والهلع أنا عايزك تخاف خوف الحرص على حياتك وعلى بيتك وعلى مستقبل ولادك وعلى مصر واللي فيها ما بيهمنيش نظام الحكم والله ما بيهمني السياسة وحفظة لأقولها دايما إحنا في كارثة لازم ناخد بالنا من بعض ولازم ناخد بالنا من بلدنا نحاول نخفف على بعض نحاول ندخل على الفيسبوك نحط صورة نتكلم ننتناقش نقول نكتة أنا فاهم ده كويس بس ده ما بيلغيش وما بينهيش إن إحنا خايفين وإن في كارثة في مصر بجد